ايه اللي يخوف النظام المصري بتلك الدرجة ويروح يستعطف اسرائيل انها تحضر النشرة في هذا الموضوع تلك الهرولة هذا اللقاء اللي ما كانش مجدول ولا كان فيه عنه اي اخبار فجأة وزير بترول راح يقابل نيتنياهو وكبار قادة جيش الاحتلال في مشهد استغربناه لكن ما كناش فاهمين كلنا ايه اللي بيحد لقاء نيتنياهو وهروالة وزير طاقة المصري كانت غريبة جدا خاصة انها جاءت فيه وقت فيه تسريب نفطي يحدث على شواطق فلسطين وشواطق لبنان وشواطق جيش الاحتلال السر في البترول الليبي يا صديقي السر في البترول الليبي يا صديقي الحكاية القصة والحكاية اللي خلت وزير الطاقة والوزير البترول يروح يجري على نيتنياهو سريعا عشان يقوله اسطر علينا مبارح برضو ما كناش فاهمين كلمتين اللي نيتنياهو افتكرناهم وقلنا كده مبارح بتاعة السفن اللي هتشتغل بالغاز الطبيعي الكلمتين في التفسير السريع او اللي فهمناه لأول وهلة انهم كانوا متعلقين بمحاولة استغلال الغاز المصري نتيجة زي ما قلتلك الالم او الافة اللي اداته اسرائيل للعصابة في مصر اللي كانت عايزة تبقى مركز لتصدير الغاز لاوروبا وبعدين بيعملوا طريق تاني وانبوبة هما واليونان وابروس فمصر محتاجة تستخدم الغاز عندها كثبت غاز ويتطلعوا من حقول غاز كبيرة جدا وكتبت غاز اللي جايبا من اسرائيل اللي هي هزرقا مننا بردو فقولنا ده السبب لكن يبدو ان كان في سبب تاني خلت نتنياهو يوجه تلك الرسالة للنظام المصري الرسالة المشفرة للنظام المصري الوحيد اللي كان فهم المقصود بها ايه تبهي تוכنית עם تקציב كדי קודם כל نקות החופים אני כפי שסיפרתי דיברתי עכשיו עם שר האנרגיה המצרי שבא אלינו והצענו שכל ההוניות האלה שאתם רואים שם יופלו על גז טבעי במקום הדלק שמזהם כפי שקורה כאן ואני חושב שאם יהיה איגוד של כמה מדינות אנחנו יכולים להביא לזה תוך כמה שנים שינוי עצום ומגן על ים נקי שיהיה ים נקי מדינה נקי نتنياكم بيقول الكلمتين دول من على شواطئ عسقلان اللي حصل فيها التسريب تسريب ده تسريب البترول اللي حصل طلع من سفينة يونانية خرجت من ميناء الأسكندرية محملة بالنفط الخام كل هدف وزير الطاقة المصري انه كان يغطي على هذا الموضوع ايه الموضوع؟ هقولك لكن زي ما حصل قبل كده في الشهور القليلة الفائتة اكتر من مرة انه اسرائيل مبقى شامים احد وبقت تسرب كل اللي بيعمله القادة العرب عن طريق الاعلام الاعلام الاسرائيلي سرب هذا الخبر الخميس اللي فات من ميناء اسكندرية محملة بالنفط الخام خرجة من اسكندرية ايه عمل ايه 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 اللعبكة الكبيرة دي هتقول لي مصر بتصدر البترول تصدر البترول على سفينة مصرية انما سفينة يونانية خرجة من اسكندرية محملة بالنفط الخام هم ربك يشاء يحصل فيها تسريب عيب فني تادت المياه تدخل في السفينة فاضطرت ترمي جزء من حمولتها في البحر عشان اه تخفف من الحمولة وما تغرأش فحدث هذا التسريب اللي اغرق مساحات كبيرة من البحر المتوسط وادى الى اغلاق الشواطئ في الاراضي المحتلة على البحر المتوسط جيش الاحتلال والاهم من المساد رصد السفينة ورصد ان هي صاحبت التسريب زي ما اعلام هم سرب כאן אנחנו יכולים לראות את המסלול שלה היא עשתה תמרון קצר וכ80 קיומטר ממערב לחופי ישראל וכעבור מספר שעות היא נאלצה לחזור בגלל התקלה לאלכסנדריה הנפט שהוא שלח הגיע לישראל כתוצאה מרוח מערבית חזקה שהייתה באותו יום במקביל כאן אנחנו יכולים לראות طيب السؤال بقى اللي بيفرج نفسه كل دا عندنا ايه الحكاية السفينة دي جايبة النفط دا منين وايه اللي خلى وزير البترول يجري ويهرول بتلك السرعة حصل غلط اه حصل غلط عادي يعني بتحدث بارح وزير الطاقة الاسرائيلي بيقولك ان دا اول وزير ييجي الاراضي المحتلة ما يكونش وزير سياسي يعني مش وزير خارجية مثلا اكيد الحكاية خطيرة خطيرة بعيدا عن التطبيع يعني لان بعد تسريب هذا الخبر مباشرة جيش الاحتلال حضر النشر في هذا الموضوع بناء على الحاح كبير من مصر طب حضرت النشر ليه اسرائيل فضحتهم برضي حضرت النشر اه لكن لمحت قالت عشان ما يزعلش جيراننا اللي في الجنوب مين جيرانهم اللي في الجنوب وان دا ممكن يعمل ازمة دولية يا ركز معاي حضر النشر قرار رسمي طلع في اراضينا المحتلة من جيش الاحتلال بناء على توصية سريعة جدا وقوية من الموساد عشان ما يزعلوش جيرانهم اللي في الجنوب لإن ندا مديناش خنامي داغوف عارف لما كان مننا الحكاية طلعت شبه اني حكاية حكاية الطيارة اللي جابت هشام عشماوي وهو برضو كانت الطيارة دي هتعمل ازمة دولية مش هتعمل ازمة دولية هتضع موضوع تحقيق قد يفتح اليوم او غدا او بعد غد بالكتير طيارة هشام عشماوي اللي رقمها رصدته مخابرات اقليمية في الشرق الاوسط وطلعته الجزيرة فتاني يوم على طول ارجع للقصة الكاملة حكيت هلك هين تاني يوم على طول مصر عملت حكاية شام عشماوي التقرير اللي تظهر فيه رقم الطيارة سبعتاشر مرة عشان تقول ان الطيارة دي ما كانتش رايحة ليبيا تودي سلاح اللي شرية الامارات ومصر بتوصلوا تعارف شغل السمصار اللي اعنا شغالينه من ساعة الانقلاب فقالت ان كانت عاملة التقرير بتاع هشام عشماوي اللي مقبود عليه من شهور وقصة كلها كانت مضروبة عشان تقول ان الطيارة دي ما كانتش رايحة تود سلاح لليبيا للمجرم حفتر لا دي كانت رايحة تجيب هشام عشماوي ليه عشان ما تحصلش ازمة دولية نصلح الجملة عشان ما يحصلش تحقيق لان الايام هتدور ها ستدور سريعا الايام وكل الجرائم اللي اللي يعتقد المجرمين انها دوفينات ما سيرها الفتح الموضوع مش ازمة دولية ليه النظام جري بهذا الشكل على اسرائيل والاحتلال لاول مرة يحضر النشر بتلك القضايا بغض النظر انا هقولك السبب ما تقوليش اصل يشكل مشكلة او ازمة دولية ازمة دولية في ايه ازمة دولية في ايه سفينة نفط بتحصل الموضوع ده بيتكرر في السنة مرات عدة سفينة نفط طلعة حصل دخل فيها مياه حصل فيها تسريب لاي سبب من الاسباب فيه تعودات بتتدفع وانتهينا وهذا التسريب لم يصب اراضينا المحتلة اللي محتلها اسرائيل فقط بل اصب لبنان واكتر من مكان ايه اللي يخوف النظام المصري بتلك الدرجة ويروح يستعطف اسرائيل انها تحضر النشر في هذا الموضوع السفينة دي يبدو كده والله اعلم انها كانت مهربة النفط من ليبيا السفينة دي كانت مهربة النفط المسروق من ليبيا وهو الحرمية شغالين بسرعة بقى شغالين بسرعة بقى الارض بتتغير في ليبيا خلي بالك الرئيس المنتخب للمجلس الرئاسي الليبي كان في زيارة المصر من كم يوم ومن ضمن ما قاله من ضمن ما قاله المصر يعني رجاءا ما يتمش التعامل مع البترول بتاعنا بهذا الشكل ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش قالها بكل لطف واحترام الدبيبة قال لهم من غير دبدبة قال لهم بهدوء كده رجاءا ما يكونش بتلك الطريقة الموضوع رحت وفاحت طبعا انت عارف العلاقة اللي ما بين اليونان والنظام المصري عرفي او مسيار يعني انتوا بقاش عارف اياه عرفي ولا مسيار مع حفتر طبعا المواقف اللي جمعت هؤلاء كثيرة جدا وبيكتموا على حاجات كثيرة منها عداءهم لتركيا فيابدو والله اعلم انا حريص جدا على الجلمة يابدو والله اعلم دي ان ان ده اللي رعب النظام المصري عشان دي قضايا كبيرة جدا بكرة باذن الله طبعا مصر حريصا ان ده ما يحصلش هيبقى فيه نظام بعد الانتخابات باذن الله مستقر في ليبيا هيطالب بحوق ليبيا واللي كان مستخاب النهاردة هيطلع بكرة هيعملولها ان شاء الله بعد كده السير بتعملت قصف ديرنا هيعملوا للسفن اللي كانت بتسرق البترول من ليبيا فيلم مثلا نسميه ايه يا معتز نسميه ايه يا معتز التايتانيك المصرية ولا السفينة الغارقة ولا البترول كان في قعر السفينة زي الرصاصة اللي تزال في جيبي السفينة دي كانت مهربة نفط هم فعشان كده فمصر جري وزير البترول على نتنياهو قال له احنا جاهزين للتعودات مصر هتدفع التعودات هم مصر هتدفع التعودات طب السفينة يونانية مصر تجري ليه يعني السفينة دي يونانية طالعة من ميناء اسكندرية هم اللي يدفع التعودات واللي يجري يصالح اسرائيل مين اليونان مش ده القالون الدولي بيقول كده من قفسد شيء عليه اصلاحه مش هيه كده الدنيا بتمشي كده دي سفينة تحمل العالم اليوناني تخرج من اسكندرية بقى تخرج من ابو اير في النهاية تحمل العالم اليوناني والنفط اللي تسرب المفروض نفط يوناني هم فقومي اليونان هي اللي تجري على اسرائيل قالك لا مصر اللي جريت عشان تتعهد لجيش الاحتلال انها تدفع التعويد مقابل الصمت طب وانت تصمت على ايه عشان البضاعة متهربة البضاعة ملاحيتش تتخزن في الملاحات فالموضوع هيعمل هيعمل وانت تتعهد لجيش من المال من شخناء من احات الشخنات من درم وبایمت ما بيقولوش اسم مصر بناء الراجل لسه موجود دلوقتي الجارة في الجنوب لاحسن تزعل لاحسن تزعل بس هما يعني اكتفوا هما فزاع كل التسريبات لسه مبارح كنا بنقش التسريبات هما اللي فضحوا بشار وفضحوا صفقة اللقاح المليون وامتين للكبارات اللي هتروح سوريا وفضحوا قابليها اجتماع ابن سلمان وهم اللي فضحوا في ذكرى المية الوعد بالفر الوثيقة بتاعت الملك عبدالعزيز وهم اللي فضحوا الحكاية وقالوا ان السفينة طلعت من ميناء اسكندرية لكن وقفوا لحد هنا ها ولم يكملوا وحضروا النشر بعد ما لمحوا للحكاية اما اللي احنا جبنا بقية الحكاية منين ربك يا اخي ده رزة هدش يتكلم في الرزة ربنا السفينة يوناني مصر زعدت ليه؟ يا ابني اا اا وإحنا واليونان واحد انا من دارة على اليونان من دارة عليونان ها يا ريت نجاوب جيش الاحتلال سكت لكن يا ريت نجاوب ها لسه فينا كانت مهربة بترول ليبي وربك ما بيفضحش الحرمية من اول مرة كل الحرمية اللي بيسمعوني عارفين الحرمية ما تفتحوش من اول مرة اعتقدوا لا اعتقدوا اعتقدوا جازما اعتقدوا جازما ان تلك ليست المرة الاولى ولا السفينة الاولى ولا ما كانتش اتفضحت ده واضح انه فيه سرب سرب بصفن بقى من سرب عايزين قصة فيلم بحقي وحقيقي عن تهريب صرقة مصر للبترول الليبي مصر من دول المستوردة للنفط بعد بتصدر نفط يا انا عربيد يا اولاد